كذلك أكد رئيس الوزراء أن مصر تسعى لمواجهة التحديات المتزايدة للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ خطة شاملة وأوضح مدبولي أن مصر تبدل جهود حثيثة لتحقيق الأمن الغزائي والمائي والبيئي يتضمن ذلك لاستخدام الرشيد للمياه تسعى الدولة المصرية جاهدة من خلال التعاون بين الوزرات المعنية إلى تنفيذ خطة وطنية شاملة تتناول القضايا المرتبطة بالمياه والطاقة والغزاء والبيئة وتهدف هذه الخطة الطموحة إلى تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستخدام الرشيد والمستدام للموارد المائية المتجددة مما يساعد على التعامل بفعلية مع الضغوط المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية والنمو السكاني حيث تم استثمار حوالي 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية لتعزيز كفاءة نظام المياه في مصر كما ساهمت السياسات المعتمدة في إعادة استخدام المياه بحوالي 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقاليدية مما أدى إلى تحقيق توازن مائي أفضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا